قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الحثيين شنوا هجمات جديدة طالت سفناً تجارية في البحر الأحمر وضفت أنه لم يجري الإبلاغ عن أي إصابات في السفن الثلاثة التي تعرضت للهجوم وأشارت إلى الهجمات الأخيرة بأنها دليل آخر على الخطر الكبير الذي يتعرض له ممر الشحن الدولي إلى ذلك يؤكد الحثيين استدافهم لسفن تجارية في البحر الأحمر ويقولون إنهم سيمنعون كافة السفن المتجهة إلى موانئ إسرائيل من الملاحة في بحر العرب والبحر الأحمر أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في اتصال مع نظيرته الألمانية على همية الجهود الدولية لإيقاف هجمات الحثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر وضمان أمل الملاحة كما ناقشت طرفان ضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة وحماية المدنيين وضرورة بدل المزيد من الجهد لمنع اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط من جهته قال منسق مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن عبور صفن الشحن التجاري في البحر الأحمر بات الآن أكثر خطورة بسبب هجمات الحثيين في اليمن وعشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة ستعلن المزيد من التفاصيل بشأن قوة العمل البحرية في الأيام المقبلة إلى ذلك أعلنت شركة مارسك أكبر شركة شحن بحري في العالم وقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر مؤقتا وتقوم الشركة الدنماركية بتشغيل وإدارة 131 سفينة تابعة لشركات أخرى بدورها أعلنت شركة ألمانية وقف الإبحار مؤقتا في البحر الأحمر حتى الثامن عشر من ديسمبر ومع تزايد هجمات الحثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر تتزايد المخاوف من انعكاس المخاطر عبر أهم القنوات الملاحية للتجارة العالمية إلى زيادة في كلفة نقل البضائع وتعطل في سلاسل التوريد وإحداث تاخيرات لا يمكن التنبؤ بها يدفع تزايد الهجمات على السفن التجارية إلى تسليط الضوء على الممرات المائية وأهميتها في حركة الملاحة البحرية ومضيق باب المندب الذي يوصف ببوابة التجارة في منطقتنا فماذا نعرف عنه تاريخ وقناة مائية حدد أهمية أكثر المضايق ازدحاما في العالم عام 1869 تفتتح رسميا قناة السويس ليكتشف دور مضيق باب المندب في حركة السفن العالمية اختصر المسافات والتكاليف فقبل المضيق سفن التجارة شرقا وغربا كانت تبحر بشكل دائري مرة عبر رأس رجاء الصالح في جنوب إفريقيا أما باب المندب فوفر طريقا مختصرا يربط المحيط الهندي بخليج عدن يمر للبحر الأحمر ويصل بعدها إلى البحر الأبيض المتوسط تطل عليه كل من اليمن وجيبوتي وأريتريا وهو اليوم ثالث أكثر الممرات البحرية أهمية بعد هرمز ومالاقة 21 ألف ناقلة عملاقة تعبره سنويا ليكون بوابة التجارة بين آسيا وأوروبا أكثر من 50 مليون طن من المنتجات الزراعية تمر من هنا وما يقارب 5 ملايين برميل من النفط تشحن عبره يوميا موجهة لأوروبا والولايات المتحدة باب المندب يتحول بذلك إلى بوابة مهمة للتجارة والطاقة في العالم وتأمين حرية الملاحة فيه ضرورة دولية في ضوء ما يشهده العالم من تطورات